بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيسل سالم الهيشري سنواصل شرح مقرر كيميا عضوية واحد وسنمر إلى الجزء الثالث حيث سنقوم بشرح أهم تفاعلات الألكينات بداية بالتفاعل الأول وهو تفاعل الهدراجنة حيث تخضع الألكينات للهدراجة مع نفس المحفزات المستخدمة في هدراجنة الألكين والمتمثل هنا في استعمال البلاتين أو البلاديوم أو النيكل وتتم الهدراجنة بطريقة تدريجية حيث يتشكل في المرحلة الأولى الألكين كما هو الأمر هنا ثم يخضع الألكين لمزيد الهدراجنة للحصول على الألكان يجدر الإشارة هنا أنه يمكن التوقف في عملية اختزال في حدود الألكين وذلك باستعمال البلاديوم المعطل يعني إذا استعملنا مكان البلاتين هنا استعملنا البلاديوم المعطل حيث يصبح البلاديوم بعد عملية تعطيل أقل تقبل للهدروجين وبالتالي سوف يؤدي إلى عملية اختزال الألكين إلى ألكين فقط يمكن أن تتم كذلك هدراجنة الألكينات مع استعمال السوديوم والأمونيا السائلة عند درجة حرارية منخفضة حيث أن هذا التفاعل هو اختزال كيميائي بدلا من التفاعل السابق الذي يتم استعمال المحفزات مثل النيكل والبلاتين والبلاديوم بالنسبة لهذا التفاعل فإنه يؤدي في نهاية الأمر إلى تشكيل ألكين ترانس حيث أن عملية الهدراجنة تتم في اتجاهات مختلفة كما تلاحظون في الناتج لهذا التفاعل وهذا يختلف إذن على عملية التفاعل باستعمال المحفزات النيكل والبلاتين حيث أن ظرات الهدروجين تتفاعل مع الرابط باي وترتبط إذن على السطح المركب يعني في نفس الاتجاه يعني إذا استعملنا هنا قلنا الهدراجنة باستعمال النيكل مثلا فيؤدي ذلك إلى إذن تفاعل أو إذن تعلق الهدروجين إذن في نفس الاتجاه فنقول إذن سيس ألكين أما بالنسبة للتفاعل الاختزال الكيميائي كما قلنا هنا إذن الاختلاف أن الهدروجينات ترتبط في اتجاهات مختلفة نمر الآن إلى التفاعل الثاني وهو تفاعل الهالجنة هذا التفاعل هو يتم بنفس طريقة إضافة الهالجينات إلى الالكين الذي تترقنا إليها سابقا وتضاف ظرات الهالجين على جزء الالكين بدريقة متدرجة فيؤدي إلى تشكيل الالكين المقابل الأول بعد إضافة إذن عنصرين هالوجين ثم فيما بعد في المرحلة الثانية يخضع لمزيد التفاعل للحصول على رباع هالوالكين في نهاية التفاعل